مساء الخير على حضراتكم أهلا بكم معنا يوم جديد من الحياة اليوم ومتابعة طبعا مستمرة لأهم الأخبار بالتأكيد زي ما بقالنا كتير بنتكلم أهم خبر وأهم ملف إحنا متابعينه وشايفين طبعا اهتمام الدولة الشديد بي والجدية والإرادة الحقيقة للتعامل مع الملف ده وإنهاءه صفحة تتقفل ونبتدي صفحة جديدة يبقى القانون هو العنوان للدولة المصرية يبقى احترام النظام مفيش بقى العشوائية البناء المخالف طبعا بكلم حضراتكم على التصالح على مخالفات البناء ويمكن شفنا وتابعنا إمبارح المؤتمر الصحفي المهم الحياة والموفق لرئيس الوزراء اللي وضح المسألة ووضح أبعاد المشكلة وليه القانون ده ظهر للنور وأهميته للجميع الحقيقة لدولة المصرية وللمواطن المصري في ملف الخدمات والمرافق وإنه نقدر أن احنا نغطي عموم الدولة المصرية بالمرافق والخدمات اللي تهم طبعا وتبقى يعني لها إيجابية في حياة المواطن المصري وقال رئيس الوزراء مبارح وأكد على أنها فرصة ذهبية للجميع أن طبعا اللي عنده عقار عمارة وإلى آخره ملهاش أي أوراق مش مهاش مرقصة هيكون عرضة في أي لحظة للإزالة لو طبعا انتهت المدة وموفقش أوضاعه لكن لو حصل التقنيم العقار ده هتتضاعف يعني قمته بشكل كبير مرتين وتلاتة هيكون أصلي والرسل أولاده أحفاده فبنتكلم على استثمار فهذا العقار بعد التقنيم وعلشان كده لما الرئيس تكلم على أنه نخفف على المواطنين خاصة طبعا أهلينا في القرى والأرياف والخبر طبعا المهم اللي تبعناه مبارح أنه في كل القرى هيكون سعر المتر خمسين جنيه مش بس كده لكن إحنا ما زلنا منتابع طبعا جهود المحافظين في إنهاء هذا الملف وتحقيق نتائج ملموسة علشان كده بقى فيه يعني خطوات مهمة وكبيرة وإحنا بنتكلم على التسهيلات والتيسيرات والتقصيد ومبادرات كتيرة وهنتكلم عن تفاصيلها أنه رحي فيه برضو مبادرة جديدة دخلت برضو في هذا الملف تعسيرا على السادة المواطنين إحنا بنتكلم أن نسبة التقفيد دلوقتي من محافظة للتانية طبعا هي سلطة تقديرية للمحافظ بنكلم من عشرين لسبعين في المية تقريبا ده مثلا في القاهرة في الأليوبية من عشرة لخمسين في المية في اسكندرية خمسة وعشرين في المية في البحيرة خمسة وعشرين في المية فالتخفيدات والنسب اللي قال طبعا بالنسبة لتسعير المتر زي ما محظين مع حضراتكم لكن كمان مبادرة جديدة ومهمة قام بيها عدد من المحافظين على مستوى الجمهورية وعملوا اجتماعات موسعة مع ممثلي البنوك الحكومية كل ممثل في محافظته مبادرة هيكون مضمنها أن البنوك المصرية عدد من البنوك هيتيحوا قروض ميسرة علشان يقدر المواطن لو ما كانش فيه إمكانية أو ملاء أملية ممكن هو ياخد قرد بفايدة وحاجات يعني مبسطة جدا علشان يقدر أن هو يسدد الغرامة التصالح أو حتى يدفع المؤدم المتعلق بجدية التصالح ده هيتم من خلال الأدوات التمويلية المتاحة في البنوك مع وضع الضمانات والتسهيلات اللازمة للتعامل مع الرغبين في الحصول على قروض من البنوك لتسهيل عملية سداد الغرامات